أهلين أنا نبيل شهوان وأنا مش في الأورشاليم القدس بسبب موضوعنا المهيب اليوم أنا قررت إني أطوع في خط الطوارئ في شرطة إسرائيل منطقة زفولون في عمكيم عشان أتفقد من كريب كيف شرطة إسرائيل تعطي خدمة وتميد إيد المساعدة في كل ساعة وفي كل مكان لكل إمرأة أو لكل زلمة في أزمتهم لحظة عند مكالمة شفتوا الردة تفعل عندنا في شرطة إسرائيل كتير كتير سريعة أنا ردت بعد الران الثاني أقل من 10 طواني بايدوي لو كان مشتار إسرائيل من دابغنا بيلي خاني أخول الساعة أهل أهل لحظة لحظة أول شي روئي ليه بتصرخي أنا مش سامعك لا آه طيب أنا فاهم عليكي جوزك خبطك سكينة على يسطر وينه من بارة الباب أنا فاهم عليكي طيب طيب بس أول شي أنا لازم أملت تفاصيلك في الاستمارة عشان إحنا في شرطة إسرائيل نقدر نوفر لك كامل الحماية طيب السؤال الأول اسمكي طيب عمركي طيب ما هو الوضع العائلي يعني متجوزة آه متأسف أنت حكيت لي عن جوزك خبطك سكينة طيب متأسف متأسف ما هو عمل زوجكي لما بيدربكيش طبعا طيب السؤال الجاي هل في عندكم تلفزيون في البيت دفعته الضاري بالتلفزيون يعني الأقرى يا أختي ما تحكي له إنه ما فيش علاقة بدون واجبات ما في حقوق معلوم طيب وصلنا للشكوى النفسة شو صار لحظة لانه أنا آه 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 مقدر أسألك لو سمحتي أنت شو عملت له بعرفش يا أختي يمكن الحك عليكي طيب طيب شو يعني بتنزف فيه نزيف نزيف طيب أنا متأسف أنا شرطي أنا مش دكتور خليني عامل شرلي والله يسطر السؤال اللي بعده هل كانوا شهود على الحطفة ها جوزك طبعا وين جوزك بعد رحكي معه من وراء الباب مع السكين والله يسطر أنا فاهم عليكي بس يا أختي شوية شوية طولي روحك على مهلك العجل من الشيطان إحنا كتير منزمين في شرطة إسرائيل السؤال السؤال الجاي وين ساكني لحظة هذا موجود على الجي بي اس أنا كمان مشبور أسألك هذا من داخل ولا من وراء الخط الأخضر هذا منطقة بي سي اف اكس بي كيو آه آه أنا فاهم عليكي أنت جوات البلد هاي مشكلة لأنه إحنا سياستنا في شرطة إسرائيل إحنا بنبنعة خدمات داخل القورة نفسها بتقدر تطلع إلى بارة وتلاقينا برة البلد هلو هلو طيب مشاهدين الكرام شكلة ضبرت حلها يعطيكوا لأفيا مع سلامة مشترة إسرائيل شرخيم وبيشفرخيم تميد ترجمة نانسي قنقر